في أسواق المعادن النفيسة خفضت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 5 من 10 بالمئة ليسجل نحو 1835 دولاراً للأقية على الصعيد المحلي فقد شهدت أسعار الذهب تراجعاً بقيمة 3 جنيهات بعد هبوط الذهب بالسوق العالمي حيث سجل عيار الذهب 18 نحو 687 جنيه أما عيار الذهب 21 فقد سجل حوالي 802 جنيه وهو الأكثر مبيعاً أما جرام الذهب يار 24 فسجل حوالي 916 جنيه بالنسبة للسعر الجنيه الذهب فقد سجل حوالي 6416 جنيه إلى أسواق النفط العالمية حيث هبطت العصار مع جاني المستثمرين للأرباح في أعقاب زيادة الأسعار على مدى شهر وترجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي تسليم في براير بنسبة 2 من 10 بالمئة إلى 87 دولاراً و89 سنة للبرميل انخفضت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 4 من 10 بالمئة إلى 85 دولاراً و14 سنة للبرميل